بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للتعليم المستمر حياكم الله في لقاء متجدد في درس من دروس مادة لغتي في ختام هذا الفصل الدراسي الثالث أحبتي بارك الله فيكم كما تعلمون في ختام كل وحدة نأخذ أسئلة تقيس مدى فهمنا ومعلوماتنا التي أخذناها وتعلمناها في دروس تلك الوحدة والآن يا أحبتي وصلنا إلى نهاية الوحدة السادسة إذن درسنا اليوم بإذن الله سيكون تقويم الوحدة السادسة الجزء الأول إذن كما يظهر أمامكم بارك الله فيكم هذه هي الوحدة السادسة تظهر أمامكم بدأنا بنص الاستماع ثم النص الشعري ثم أخذنا ثلاثة دروس للنصوص القرائية كان عليها أسئلة وتدريبات وفي نهاية هذه الوحدة لدينا هذه الأسئلة التي تقيس مدى فهمنا هيا يا أحبتي نريد أن نتشارك سويا في الإجابة على هذه الأسئلة ركزوا معي هنا على الشاشة أريد تفاعلكم هيا بنا ننتقل إلى أول تدريبات هذه الوحدة إذن كما هو مكتوب في الأعلى أكتب الكلمات الناقصة في النشيت لاحظوا بارك الله فيكم أن النشيت فيه بعض الكلمات ناقصة المطلوب بارك الله فيكم أن نقرأ النشيت ونكتب الكلمات الناقصة أولا أريد منكم يا أحبتي حتى تكتبوا وتعرفوا الكلمات الناقصة أريد منكم أولا أن تقرأوا هذا النشيت وتتذكروا الكلمة الناقصة لكي تكتبوها هيا يا أحبتي دقيقة واحدة لقرأة هذا النشيت واستذكار الكلمات الناقصة فيه إذن كما يظهر أمامكم بارك الله فيكم سأقرأ الآن النشيت بشكله الحالي بدون نطق الكلمات الناقصة يَا مَنْ لَهُ مَا تَهْوَى الْعُلَى مِنْهَا وَمَا يَتَعَشَّقُ الْكُبَرَاءُ زَانَتْكَ فِي الْخُلُقِ الْعَظِيمِ فراغ يُغْرَى بِهِنَّ وَيُولَعُ الْكُرَمَاءُ فَإِذَا سَخَوْتَ بَلَغْتَ بِالْجُودِ الْمَدَى وَفَعَلْتَ مَا لَا تَفْعَلْ فراغ وَإِذَا فراغ فَقَادِرٌ وَمُقَدَّرٌ لَا يَسْتَهِينُ بِعَفْوِكَ الْجُهَلَاءُ وَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ فَرَاغ أو فراغ هذان في الدنيا هما الرحماء وَإِذَا صَحِبْتَ رَأَى فَرَاغ مُجَسَّمًا فِي بُرْدِكَ الْأَصْحَابُ وَالْخُلَطَاءُ وَإِذَا أَخَذْتَ الْعَهْدَ أَوْ أَعْطَيْتَهُ فَجَمِيعُ فَرَاغ ذِمَّةٌ وَوَفَاءُ صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُمَا صَحِبَ الدُّجَى حَادٍ وَحَنَّتْ بِالْفَلَاءُ فراغ هيا يا حبتي الآن خلال الدقيقة هذه قرأنا هذه العبيات بشكلها الحالي هيا يا حبتي الآن ننتقل للإجابة وملء الفراغات سويا هيا بنا نقرأ من بداية يا من له فراغ يا من له ماذا يا من له ما تهوى العلا أحسنتم يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم أحسنتم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل أحسنتم الأنواء رائعون وإذا أحسنتم بارك الله فيكم عفوتا فقادر ومقدر لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا صحبت رأى أحسنتم الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء صلى عليك اللهم صحب الدجا حاد وحنت بالفلا رائعون وجناء أحسنتم يا حبتي بارك الله فيكم أكملنا الكلمات الناقصة في هذا النشيط بعد أن قرأناه وتذكرنا هذه الكلمات ننتقل يا حبتي إلى التدريب التالي التدريب بعنوان أقرأ وأجيب المطلوب يا حبتي أن نقرأ القطعة التي لدينا في الأعلى لدينا قطعة نقرأها القراءة تكون منكم أنتم ثم بعد ذلك نجيب عن رقم واحد كذلك قراءة المطلوب مهمتكم أنتم هيا يا حبتي أولاً نقرأ هذه الكطعة ثم نجيب سوياً أقرأ وأجيب أقرأ وأجيب ثم أمسك بيده وساعده في العبور وقبل أن يعود والدي رأيت الرجل يرفع يديه ويدعو له حسناً أستخرج من النص ما يأتي أولاً كلمة تبدأ بأل الشمسية هيا يا حبتي نبحث عن كلمة تبدأ بأل الشمسية نبحث 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 أحسنتم لا توجد إلا أو لدينا العديد من الكلمات التي تبدأ بأل الشمسية منها كلمة السيارة كذلك لدينا كلمة الناس الشارع كلها يا حبتي كذلك التحية الرجل كلها كلمات تبدأ بأل الشمسية التي تكتب ولا تنطق حسناً كلمة تبدأ بأل القمرية كلمة تبدأ بأل القمرية أحسنتم العبور العبور لا توجد سوى هذه الكلمة التي تنطق تكتب لامها وتنطق الحسناً كلمة مختومة بالتاء المفتوحة تاء مفتوحة نبحث ختمت نهايتها تاء مفتوحة هل وجدتم الكلمة؟ ابحثوا جيداً أحسنتم إنها كلمة رأيت كلمة رأيت تاء مفتوحة حسناً كلمة مختومة بالها بالها نبحث أحسنتم بارك الله فيكم كلمة من منه وأيضاً كلمة عليه أيضاً بيده ساعده وأيضاً يديه وأيضاً له كلها كلمات انتهت بحرف الها حسناً كلمة فيها حرف مشدد مضعف حرف مشدد أحسنتم بارك الله فيكم فواز أيضاً هناك العديد من الكلمات الأخرى الناس الشارع إلا مسناً سيارة التحية ثم كلها كلمات مشددة كلمة فيها مد بالألف مد بالألف أه أه حسنتم كلمة قال قال لاحظوا حرف المندود هنا ما هو حرف الق لم نقل قال بل قلنا قال مد بالألف حسناً كلمة فيها مد بالواو بالواو أو 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 أحسنتم كلمة العبور وأيضاً يا حبتي كلمة يعود يعبرون لاحظتم صوت المد حسناً كلمة تكررت في النص أكثر من مرة واحدة كلمة تكررت في النص نبحث نبحث أحسنتم بارك الله فيكم لدينا كلمة والدي والدي وأيضاً يا حبتي هناك كلمة أيضاً العبور لاحظوا والدي تكررت هنا وأيضاً هنا العبور تكررت أكثر من مرة شكراً لكم يا حبتي بارك الله فيكم وصلنا إلى ختام درسنا الأول في تقويم الوحدة السادسة شكراً لكم التقيكم بالجلس القادم السلام عليكم